أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس التعلم عن بعد بعنوان الحال الجزء الأول وهو درس من دروس مهارة الكلمة والجملة في مادة اللغة العربية للصف الخامس أتوقع من طالب الذكي في نهاية هذا الدرس أن يستنتج مفهوم الحال استنتاجا صحيحا وأن يوظف الحال توظيفا صحيحا والآن يا بطل تأمل الصورتين اللتين أمامك ثم عبر عنهما بجملتين مفيدتين انظر للصورة الأولى أين يذهب هذا الصبي حاملا حقيبته أحسنت إنه يذهب للمدرسة صف حاله وهو ذاهب للمدرسة هل هو حزين أم متعب أم ابتسم أحسنت إنه مبتسم والآن هل تستطيع أن تعبر عن هذه الصورة بجملة مفيدة من إنشائك أحسنت بارك الله فيك ذهب الصبي إلى المدرسة مبتسما وانظر للصورة الثانية يا بطل انظر لهذه الطريق الطويلة ماذا فعلت بهذا الولد المسكين هل تستطيع أن تصف حاله؟ أحسنت إنه متعب والآن هات جملة تعبر عن حال هذا الولد رائع وصل الولد متعبا والآن أوقف المقطع يا بطل وقرأ هذه الفقرة التي أمامك ثم أجب عن الأسئلة بداية تعال نقرأ الفقرة يا بطل يبدأ الطفل حياته معتمدا على مال أبيه ومع مرور الأيام يمكن أن يتعلم كيف يتعامل مع المال فينفق من ماله ملتزما بما يدعو إليه دينه ويراقبه الأهل مشجعين له حتى يتعلم مع المال معنى المسؤولية واتخاذ القرار والآن كيف يبدأ الطفل حياته يا بطل رائع يبدأ الطفل حياته معتمدا على مال والده وكيف يراقب الأهل تعامل أبنائهم مع المال أحسنت مشجعين له حتى يتعلم المسؤولية واتخاذ القرار والآن تأمل هذه الكلمات الملونة ما نوعها من حيث التعريف والتنكير هل هذه الكلمات معرفة بأل هل تدل على شيء محدد بعينه هل تدل على اسم شخص أو بلد أحسنت إنها كلمات عامة إذن هذه الكلمات نكرة والآن ما المعنى الذي أضافته الكلمات الملونة للجمل التي وردت فيها تأمل هذه الكلمات ماذا استفدت منها في الفقرة انظر للجملة الأولى يبدأ الطفل حياته معتمدا ما المعنى الذي أضافته كلمة معتمدا للجملة أحسنت لقد بينت حال وهيئة الطفل عندما يبدأ حياته وكذلك الجملة الثانية ينفق من ماله ملتزما بما يدعو إليه دينه ما المعنى الذي أضافته كلمة ملتزما للجملة أحسنت لقد بينت حال وهيئة الطفل عندما ينفق من ماله وكذلك الجملة الأخيرة بينت كلمة مشجعين حال الأهل وهم يراقبون ولدهم إذن المعنى الذي أضافته هذه الكلمات الملونة للجمل هو رائع بيان هيئة اسم قبلها عند حدوث الفعل والآن يا بطل ما العلامة الإعرابية للكلمات الملونة انظر لكلمة معتمدا ما الحركة الموجودة في آخرها أحسنت الفتحة لأنها مفرد وما الحالة الإعرابية التي تدل عليها الفتحة يا بطل أحسنت رائع إنها تدل على النصب إذن كلمة معتمدا منصوبة وعلامة نصبها رائع الفتحة وكذلك ملتزما في آخرها فتحة لأنها مفرد وهي كذلك منصوبة وانظر لكلمة مشجعين ما العلامة الإعرابية فيها فكر قليلا أحسنت العلامة الإعرابية في كلمة مشجعين الياء لأنها جمع مذكر سالم وجمع المذكر السالم ينصب بالياء كما تعلمت في الفصل الأول والآن نلاحظ أن هذه الكلمات تصلح للإجابة عن سؤال يبدأ بي ماذا كيف من ما رأيك يا بطل حاول أن تصوغ سؤالا مناسبا لتكون هذه الكلمات جوابا له أحسنت نستخدم كيف فنقول كيف يبدأ الطفل حياته أحسنت الإجابة معتمدا ونقول كيف ينفق من ماله أحسنت الإجابة ملتزما ونقول أيضا كيف يراقبه الأهل أحسنت مشجعين له والآن حدد الإسم الذي بيّنت الكلمات الملونة هيئته أحسنت كلمة معتمدا بيّنت حال الطفل عندما يبدأ حياته وكلمة ملتزما بيّنت حال الضمير المستتر هو الذي يعود على الطفل عندما ينفق ماله مع مرور الأيام فنستطيع أن نقول ينفق هو من ماله ملتزما وكلمة مشجعين بيّنت حال الأهل وهم يراقبون ابنهم وهذه الكلمات الملونة باللون الأزرق يا بطل ماذا نسميها أحسنت نسميها صاحب الحال وماذا نسمي الكلمات التي باللون الأحمر ولماذا رائع يا بطل نسمي هذه الكلمات الحال لأنه بيّن هيئة صاحبه عند حدوث الفعل والآن هل تستطيع أن تعرف الحال يا بطل رائع الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحبه عند حدوث الفعل ومثال ذلك يا بطل عاد الجيش منتصرا من المعركة فكلمة منتصرا اسم منصوب نكيرة بيّن حال الجيش عندما عاد من المعركة والآن يا بطل تأمل الصورة المتحركة التي أمامك ثم املأ الفراغ في الجملة المجاورة بحال مناسبة تأمل هذه السيارات ما هو حالها وهي منطلقة يا بطل رائع إنها مسرعة إذن نقول انطلقت سيارات السباق مسرعة في المضمار مسرعة حال لأنها بيّنت حال السيارات عندما انطلقت في المضمار وهي منصوبة تأمل تنوين الفتح في نهايتها يا بطل والآن أوقف المقطع يا بطل وافتح كتابك على الصفحة المخصصة كما هو واضح أمامك للإجابة عن هذا السؤال هل انتهيت من الإجابة يا بطل تعالى نتأكد من صحة إجاباتك قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا أين الحال يا بطل في هذه الآية أحسنت الحال مذموما وكذلك مخذولا تسعى قطر جاهدة إلى تحقيق رؤيتها أحسنت الحال هنا جاهدة عاد الطالبان من الرحلة سعيدين كيف عاد الطالبان من الرحلة يا بطل أحسنت إذن الحال سعيدين ينجز الموظفون في المؤسسة الخيرية العمل متعاونين رائع متعاونين تعال يا بطل لنلعب هذه اللعبة الجميلة أكمل الفراغ في الجمل الآتية بحال مناسبة مستعينا بالشكل المجاور ثم حدد صاحب الحال الجملة الأولى أكلت الفاكهة تأمل الشكل يا بطل وكون كلمة مناسبة لنضعها في الفراغ أحسنت ناضجة أكلت الفاكهة ناضجة لاحظ أنها بيّنت حال الفاكهة ولا تنس أن الحال منصوبة إذن لابد أن نضع تنوين الفتح في نهاية كلمة ناضجة لأنها مفرد والآن حدد صاحب الحال في هذه الجملة يا بطل رائع الفاكهة فكلمة ناضجة كما قلنا بيّنت حال الفاكهة عند أكلها رجع الجنديان من المعركة تأمل الشكل يا بطل رائع منتصرين إذن رجع الجنديان من المعركة منتصرين وما علامة النصب هنا يا بطل أحسنت الياء لأن كلمة منتصرين مثنى وأين صاحب الحال في هذه الجملة رائع الجنديان فكلمة منتصرين بيّنت حال الجنديين عندما رجعا من المعركة ونقول عدنا من الرحلة رائع هل وجدت الكلمة المناسبة أحسنت مسرورين إذن عدنا من الرحلة مسرورين وما علامة النصب هنا رائع الياء لأن كلمة مسرورين جمع مذكر سالم وأين صاحب الحال فكر قليلا يا بطل فصاحب الحال هنا ليس اسما ظاهرا أحسنت صاحب الحال هو الضمير المتصل نا في كلمة عدنا أي أن كلمة مسرورين بيّنت حالنا نحن الذي دل عليه ضمير المتكلمنا عندما عدنا من الرحلة بدأت الطالبات العام الدراسي رائع متحمسات إذن بدأت الطالبات العام الدراسي متحمسات لا تنسى أن جمع المؤنث السالم ينصب ب أحسنت ينصب بالكسرة بدلا من الفتحة إذن نضع كسرة في نهاية كلمة متحمسات وأين صاحب الحال هنا يا بطل أحسنت الطالبات والآن أوقف المقطع أيها البطل وقرأ الأمثلة وفهم معناها لتتمكن من تحديد الحال وصاحبها وقف الطلاب مرددين النشيد الوطني لتجد الحال اسأل نفسك كيف وقف الطلاب أحسنت مرددين إذن الحال مرددين والآن حدد الكلمة التي بيّنت مرددين حالها وهيئتها في أثناء وقوع فعل الوقوف أحسنت الطلاب إذن صاحب الحال الطلاب تعيش الأسر المسلمة متماسكة أحسنت الحال متماسكة وصاحب الحال يا بطل أحسنت الأسر أقبل الناجح مبتسما أحسنت الحال مبتسما وصاحب الحال الناجح لا تحكم بين زميلين منحازا لأحدهما أحسنت يا بطل الحال الحال منحازا وإن صاحب الحال أحسنت صاحب الحال الضمير المستتر أنت في الفعل تحكم إذن صاحب الحال الضمير المستتر أنت يعيش المقتصد في ماله سعيدا أحسنت الحال سعيدا وصاحب الحال المقتصد والآن أوقف المقطع أيها البطل وقرأ الأمثلة وافهم معناها لتتمكن من وضع الحال المناسبة في الفراغ أحسنت ينفق الطالب المال في الألعاب مستفيدا مما تعلمه من الدرس لا تنس تنوين الفتح يا بطل يجلس الطالب في الصف منتبها لشرح معلمه ترعى الأم أبناءها حريصة على نجاحهم أنهى الفريق المباراة أحسنت فائزا على نظيره هيا بنا نلخص ما تعلمناه في هذا الدرس تحدثنا في هذا الدرس عن مفهوم الحال ثم قمنا بتحديده في بعض الجمل وكذلك قمنا بتحديد صاحبه وقمنا بعد ذلك بتوظيف الحال توظيفا صحيحا في بعض الجمل شكرا لكم يا أبطال إلى اللقاء